دعا الناطق الرسمي باسم حلف قبائل حضراموت الأستاذ الكعش السعيدي جميع ابناء حضراموت بمختلف قيئاتهم وانتماءاتهم إلى توحيد الصف والكلمة والوقوف خلف الحلف من أجل انتزاع حقوق حضراموت وتحقيق مطالبها المشروعة وأكد ناطق الحلف أن حضراموت تواجه اليوم مؤامرة خطيرة تهدف إلى أضعافها وتفريغها من أي قوى حضرامية وطنية مستقلة بهدف إعادتها إلى بيت الطاعة مضيفا إن الحكومات تتنصل من التزاماتها تجاه حضراموت وتتعمد خلق أزمات في الخدمات بهدف إخضاع أبنائها وإجبارهم على التخلي عن مطالبهم المشروعة ومشيرا إلى أن تخلي الحكومة عن واجباتها والتزاماتها تجاه حضراموت يحتم على السلطة المحلية بعدم التعامل مع هذه الحكومة التي يتنقل وزرائها بين عواصم العالم مضيفا إن السلطة إما أن تكون تقف مع شعبها أو مع الحكومة وعليها أن تختار وأشار الناطق الحلف أن المؤامرات والمخططات بافتعال الأزمات التي تهدف إلى تركيع أبناء حضراموت هي أساليب مكشوفة وذلك للجميع ولن تنجح في تحقيق أهدافها ومؤكدا إن وعي وإرادة أبناء حضراموت ستتصدى لكل هذه المؤامرات والمخططات اشتركوا في القناة